اشتركوا في القناة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم ابرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكان حضراتكم مشاهدين الكرام ان تتواصلوا معنا من خلال ارقام هواتفنا التي تظهر اسفل الشاشة امامكم او من خلال الرقم المخصص لالواتساب الذي يمكنكم من ارسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها اتباعا ان شاء الله في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام من الفقرة الاولى فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عبر مختصون في مجال حقوق الانسان عن استغرابهم من قرار وزارة الهجرة الحالية باغلاق ملف النزوح ومحاولة انهائه قصرا من دون حلول منطقية وعدم الاكتراث لمصير النازحين الموجودين في المخيمات واكدوا على ان الاف العائلات غير قادرة على العودة اما بسبب سيطرة الميليشيات على مناطقها او بسبب دمار منازلها وانهيار الخدمات والبنى التحتية في المدن المستعادة عسكريا مشددين على ان هذا الملف الانساني لا يمكن انهاؤه بهذه الطريقة التي ستزيد من معاناة العائلات النازحة وحذروا من تجاهل المخاطر الامنية التي تهدد حياة المهجرين خصوصا بعد توالي التهديدات الصريحة من قبل قادة الميليشيات والتي كان ابرزها المسؤول الامني لميليشيا حزب الله ابو علي العسكري الذي حذر من ان عودة النازحين او الذي قال من ان عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية سواء في العوجة تكريت ااميرلي بلد ابو غريب جرف الصخر مناطق البنمر سنجار ومثيلاتها هي حلم محال تحقيقه في دليل يشي بوضوح الى خضوع ملف النزوح للمساومات السياسية وابتزاز الميليشيات في مخيمات النزوح التي تستمر معاناة النازحين فيها بعد تخلي الحكومة عنهم وسط مناشداتهم المتكررة لاهل الخير من اجل مد يد العون لهم بعد ان يأسوا من الحكومة عقب اهمالها لمناشداتهم المتكررة دعونا نستمع الان لمناشدات رب اسرة نازحة من ناحية جرف الصخر في المقطع الاتي ناشد اهل الخير من امه الاسلام والله يا عم قضائية ما عندي مساعدات ما تجيني وحركة ما عندنا أي شيء تتوقل هاي العين ما عندي أي شيء عايش بها هاي جهالي ما عندي اي شيء اصرف عليهم ما عندي لا راتب رعاية لا راتب محين لا راتب حياتهم ما عندي وهاي الجهال والله كتلهم الجوع وصالهم ثبت اياه لا شمداشر وين ما عندي وين ما لها الله ما عندي نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل الى مقطع اخر حيث اجمع مهجرون ناحية جرف الصخر في مخيمات بزيبز في محافظة الانبار على تفاقم معاناتهم الانسانية بسبب اهمال الجهات الحكومية وقال احد المهجرين من ناحية جرف الصخر عشر سنوات ونحن نعاني من ازمات شتى منها انقطاع الكهرباء وقلة الخيم واضطرار الكثيرين الى بناء بيوت طينية لتكفيهم برد الشتاء وحر الصيف واقرت قائم مقامية عامرية الفلوجة بتفاقم مشكلة شح المياه في مخيم بزيبز جراء ضعف التيار الكهربائي وتذبذبه وهو ما ينعكس سلبا على ضخ مياه الاسالة لفتة الى ان المخيمة يعتمد على المولدات الكهربائية الا انها لا تفي بالغرض ويؤكد مهجرون من ناحية جرف الصخر الى بزيبز ان المخيمة بلا مياه منذ اكثر من ستة اشهر بعدما غادرت منظمة دولية كانت تدعم المخيم وحلت محلها اخرى غير ابها باحوال النازحين هذا ويتوزع في منطقة بزيبز مهجرون على مخيمات تقسم الى سبعة قطاعات تضم الفا واربعمائة عائلة يسكنون الخيام غالبيتهم من الطبقات الفقيرة ويعانون اوضاعا متردية داخل المخيم دعونا نشاهد هذه اللقطات لسيدة نازحة من ناحية جرف الصخر بعدما عجزت عن تمالك اعصابها وانهارت باكية بسبب اوضاعهم الكارثية في المخيم لنشاهد خالة نازحين من جرف الصخر نازحين من جرف الصخر مريضا ما اقدر وما عدنا هذا ابن ابني انبالا عيمة خطية من التنور متابع الان مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين خالد يقول مع الاسف الشديد لحد الان هناك تهجير وقتل يحصل في هذا البلد الاحزاب الفاسدة هي من يتحكم بمقدرات هذا الشعب تغريد تقول كان الله في عونهم تعرضوا لظلم ومأساة كبيرة فاروق يقول لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكومة الفاشلة تعليق من ضياء يقول حسبنا الله ونعم الوكيل اصبح هؤلاء الناس فائدة لبعض السياسيين والمتاجرة بهم من اجل منافع خاصة ننتقل الان مشاهدين الكرام الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المقاطع المصورة التي التقطها مواطنون لحال المياه الواصلة الى منازلهم عبر شبكة الاسالة في عدة محافظات عراقية لا سيما في العاصمة بغداد وبيّنت المقاطع التي حظيت بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وصول مياه اهسنة وبالوان مختلفة فضلا عما يصدر منها من روائح كريهة الى منازل المواطنين في منطقة سبع بكار التابعة لمنطقة الاعظمية دعونا نشاهد شوفوا المياه اللي جاهم بسبع بكار فلشوا لهم الشوارع ودمروها والشبكة القديمة كنش ما بها سوالهم جديدة على موض يبوقون نوقع مع نفس الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل الى مقطع اخر بالرغم من تستر السلطات على اعداد المصابين بالتسمم مؤمراض تلوث المياه جراء ارتفاع نسبة ملوحتها الا ان مصادر طبية تدق ناقوس الخطر بين حين والاخر جراء استمرار المستشفيات في استقبال اعداد كبيرة من المصابين بمثل هذه الامراض لا سيما الفشل الكلوي وكشفت نقابة الاطباء العراقيين عن وجود شكاوى كثيرة ترد الى النقابة بشأن تلوث المياه والذي يتسبب به اشخاص ومؤسسات اهلية وحكومية قبل احالتها لوزارة الصحة والبيئة وحذرت النقابة من خطورة اهمال هذا الملف وعدم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين فضلا عن اهمية التحرك على الدول التي تقطع المياه عن البلاد والذي اسهم في تلوثها في محافظة ديالا المحاذية لايران والمتهمة بقطع روافد نهر دجلة تشهد هذه المحافظة هي الاخرى ضخ مياه غير صالحة للشرب في شبكة الاسالة دعونا نشاهد هذه اللقطات الملتقطة من منطقة المفرق خلف جامع الزيتوني في قضاء بعقوبة اشتركوا في القناة نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام ننتقل الى مقطع اخر حيث صلت تقرير صدر حديثا عن مركز تمكين السلام العراقي صلت ضوء على اهمال الحكومات العراقية بعد عام 2003 لهذا الملف واحجامها عن مواجهة دول الجوار مشيرا الى ان الاحزاب التي ظهرت بعد عام 2003 اما تعتمد على دول الجوار للحصول على الدعم السياسي او تخشى قوتها وبين التقرير وجودا دثارا للبنية التحتية سواء او سوء للخزن كذلك وسوء تصرف بالمياه وسوء تطبيق لسلطة القانون في استخدام المياه وهي امور تضاف الى الجانب السياسي من الازمة وفي موازات ذلك بيّنت صور من محافظة بابل وتحديدا من اهالي سكان او من قبل سكان حي عدنان في قضاء الحمزة الغربي بيّنوا حال المياه الواصل اليهم في شبكة الاسالة في مشهد اخر يدلل على حجم الكارثة في عموم العراق لنشاهد هاي طاسي هاي طاسي فارق احمن من الصبح للليال يا مديرية ماء المتحتية يا مدير الناحية يا مسؤولين يا اعضاء مجالس محافظة بابل ابسط الاشياء الريد مي مو صافي عم وبطن عم نص صافي نص صافي هذا مي منتظر من الصبح لسه يجي طيل شوف طيل هذا المي يجري طيل لا تقدر تقسل بيه ملابس ولا تقدر تسمح بيه ولا تقدر الصعدة للخزان انت ليس الخزان طيل شوف هاي طاسي شوف شون شوف شون شوف شون المي مي طيل هلا هلا بالنسبة مستمرون معكم مشاهدين الكرام ضمن نفس الموضوع في محافظة البصرة تبرز مخاوف من تسمما جماعيا جراء تلوث المياه الواصلة الى شبكات الاسالة في مركز المدينة واقضيتها لاسيما في قضاء الزبير على غرار ما حصل في عام 2018 حينما غصت المستشفيات بعشرات الالاف من المواطنين نتيجة اصابتهم بامراض تتعلق بتلوث المياه واعاد تدول المقاطع المصورة لتلوث المياه في البصرة للاذهان ما حصل في عام 2018 عقب تعرض اكثر من مائة وعشرين الف شخص لامراض متعلقة بتلوث المياه الناجم عن ترد البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي وقال مهندسون في قطاع ضخ المياه ان تجهيزات مياه الشرب في البصرة ثاني اكبر مدينة تعدادا بالسكان في العراق معرضة للخطر بالرغم من الجهود الدولية الضخمة لاعادة تأهيل محطات المعالجة لسد الطلب المتزيد عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2018 والتي كانت احد اسباب او احد ابرز اسبابها وقتها يتمثل بتلوث المياه وطبعا ما ناجم عنه من تسمم اعداد كبيرة من السكان وسط مخاوف من تكرار السيناريو ذاته دعونا نشاهد حال المياه الواصلة لسكان قضاء الزبير في محافظة البصرة في عام 2023 هذا الماء اللون هذا جدام عنكم والريحة اجل لكم الله خيسة اليوم اريد نعرف شلو السبب صال اسبوع او فوق الاسبوع الماء وصل وهذا اللون شلو السبب قدتوا عقل او كسر صلحتوا شو سبب الماء خايس الزبير كلها الناس تعرف والناس الموجودين وخدامة الزبير ما اجا يوم الماء خايس بالزبير فعما احنا ما نقبل بهذا الموضوع وخاف لكم ناس ناس السكر لكم الحكومة المحافظ الحكومة السوداني كل ما نحكي ولي قتلها مبررات لا هذا ماك مبرر دعونا نتابع مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مهند يقول مو بس الزبير اغلب مناطق البصرة نفس الماء خايس ومن الشط قبل تعليق من عباس يقول والله الماء مرضنا الخزانات والماء الشعيبة صار عبارة عن حيوانات ميتة اجل لكم الله وانواعه الجراثيم والوسخ والبكتيريا بحيث حتى الحيوان ما يستخدمها عبدالامير يقول كل مناطق الزبير الماء مو نظيف ولونه اصفر وخايس كاظم يقول احنا صار اسبوع يجي خايس بسواد مال مجاري والله العظيم في البصرة قضاء الزبير مشاهدين الكرام دعونا نستمع لرأي سيد عبدالرزاق من بابل فضل يا عبدالرزاق حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد محمد بالنسبة للماء والكهرباء هذه كلها ازمات بالنسبة للماء احنا نعرف كل زيال العالم يتعرض الى الجفاف و بالنسبة للعراق يتعرض الى اهمال داخلي وتعدي خارجه الامال الداخلي المسؤولين مصابين بداء الفساد وسوء الادارة حقيقة لانهم يهمهم غير مصالحهم التعدي الخارجي هو تعدي ايران تركيا على حصة العراق المائية نعم شنو السبب اللي يدفع ايران وتركيا ان يجاوزون على حصة العراق المائية هو عدم وجود دولة الطالب الحقوق العراقيين نعم فلذا تشوف التعدي الخارجي بالنسبة اما للإهمال الداخلي قلت لك وجود هذه الاحزاب الفاسدة والقيادات الفاسدة اللي ميهمها مصطحة المواد العراق يعني احنا نجاي نشوف اليوم يسلطون المياه المجاري ثقيلة على الانهر هذه كارثة يا سيد محمد هذه يعني حقيقة هذه الامور اللي دا نشوفها سيد عبدالرزاق التصريحات اللي تطلع من هذه الاحزاب من زعماء الميليشيات لما يحدثوك عن السيادة ويقولوا لك انه حماة الاعراض موجودين وهم اللي يحمون الوطن وهم اللي يحمون من الارهاب وكذا وين كم من حماية حقوق العراق المائية وين كم من حماية حقوق المواطنين العراقيين من حمايتهم من هذا الفساد والظلم الموجود لو انتو بس شعارات وتصريحات استاذ محمد هم يعيشون او يحتاشون على خلق الازمات يعني بالداخل او الخارج او يحاولون يخلقونهم عدو حتى يتشبثون بوجودهم وإلا صدقني لا مقاومة ولا مواجه للعدو هم يحاولون يخلقون العدو لا ويقول لك إذا من غيرنا العراقي الدمر والعراق السليش هو دولة أصلا حاليا هو يصنف دولة العراق الآن والله هم يتفضلون علينا ومشكورين إذا يكفون نشرهم يعني إذا ينعزون ويخلون الأمر للعراق العراقين هما يقودون أمورهم هما يدبرون أمورهم أما وجودهم هو اللي جاء يخلق الأزمات ويخلق المشاكل يشوف اليوم الأمراض منتشرة الجهل منتشر يعني لا تشعر بوجود دولة يعني اليوم نحن نشوف العالم كله يتجه لحل المشاكل اللي راح تواجه مستقبلا يعني تدري اللي يقهر يا سيد عبد الرزاق اللي يقهر فعلا أنه تلاقي مثقفين وتلاقي متعلمين وخريجي جامعات وأساتذة وغيرها يمشون وراء ذولة يمشون وراء هاي الميليشيات والعصابات يقول لك لو لا الحشد لسقط العراق والعراق شبيه حاليا حتى يكون واقف على حيله شنو المقومات اللي تجعل هذا البلد بلد يقدر يرد ويواجه الدول اللي تتعدى على حقوقها وتأخذ استحقاقات الدولية وينكم انتم؟ يعني انتم بس بس يعني استعراضات مسلحة وإثارة أزمات وفوضى أنا حقيقة اللي يقهرني فعلا هذه العقول المتعلمة اللي تسير خلف هؤلاء الجهة للأسف لا أستاذ محمد أنا اختلف وياك مو مثقفين المثقف يختلف على المتعلم اليوم احنا نشوف يعني شهادات يعني هو ممكن الصاحب شهاده هو مثقف المثقف حصل على درجة من الوعي من الإدراك لكن هناك ناس خاصة على الشهادات فسيها ناس متعلمة اخذوها عن طريق الدراسة فشوفهم يتبعون هاي الأحزاب ويعني يمتحون بيهم لكنه اللي سال المثقف واللسان الوعي يعرض حقيقة هذه الأحزاب اليوم المثقف العراق أدرك حقيقة هذه الأحزاب بأنه هي العامل أو العصر الأساسي لتدمير هذا البلد أما المتعلمين والجهلة والسردج الناس البسطة حتى من أصحاب الشهادات ممكن صاحب الشهادة يقول عليهم الثقف لا هذا ما يحمل الثقافة هذا يحمل شهادة والشهادة ممكن للنساء صاحب شهادة هو مثقف فلذا تشوفهم يختبئون تحت هذه الأحزاب حتى يدارون خفزتهم ويدارون معيشتهم أما كإيمان لا أنا حقيقة ذول أصلا يعني مثل ما يقول العراقي ما نشتريهم الفلس اللي هما يشتغلون ويهاي الأحزاب لكن الكلام عن المواطن العراقي اللي وصل إلى مرحلة من الإدراك من الوعي من الثقافة العامة أنه يصدق هذه التصريحات والشعارات هذا القصد أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاة من بابل وأن ذول الموجودين اللي هم تسميات كثيرة حقيقة في العراق ما نريد نذكرها في برنامجنا نترفع عن ذكرها هؤلاء الذين هم مواجهات إعلامية لهذه الأحزاب والميليشيات لا يعني ذول أصلا ليسوا ضمن الحساب ليسوا ضمن الموضوع اللي ذكرنا اللي هو شعورنا بألم أو قهر بسبب وجود مثقفين يسيرون خلف هذه الأحزاب لا طبعا ما القصد على ذوله القصد على المواطن العراقي أحمد من ألمانيا تفضل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخي الكريم أظن أنه اليوم موضوعكم هو على تلوث المياه هو الميواصل للمواطن هذا جانب نعم جانب من مواضيع طرح نعم الحقيقة أخي بالعراق موقفة شيء يعني صالح للاستخدام البشري لا تعليم لا صحة لا مي لا حتى البنزين اللي يعبى في السيارات هذا حقيقة غير يعني ملوث للبيئة بشكل كبير جدا المشكلة الموجودة هو عندما يتسنى من المناصب المسؤولية يتسنى من ليس بأهل الله هذه المشكلة المشكلة عندما تكون الغرض من تنفيذ أي مشروع بالبلد هو مقدار الرشوة التي ينالها الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني المشكلة أنه عندما تكون الصحة بيد حزب والأمن بيد حزب والخدمات بيد حزب آخر هدفهم الرئيسي هو كم يجنون من هذا الشعب عتب أبد ليس على الأحزاب ولا على الناس المتسلطة على البلد آنهم إذا ألقي مجال أبوغ أبوغ وجنابك لربما إذا تلقي مجال أنه يعني محسوبيات ومحسوات ولكن المشكلة على الشعب العراق الذي ندعي أنه فيه وعاة يكون به ناس يعني وعين ويعرصون شوال اليسير عشرين سنة بدون أي تغيير نفع بس شعارات هذا ما يفي شعار لا يغير واقع حال أخي واقع الحال يراد حتى تراقع على جوانبه الدم بويتي لا يسلم الشرف واترفيعه من الأذى حتى تراقع على جوانبه الدم الحقيقة العراق انترك كل شيء فيه لا أريد أن أقول الشرف ولكن أقول كل شيء في انترك إلى متى صبر الشعب العراقي يباري في وقت في وقت موجودة في العراق أحزاب إسلامية هذه الصفتها وهذه الصبغة اللي وضعتها لنفسها أحزاب المقاومة أو الجهات المقاومة موجودة أو محور المقاومة يسمون تمام موجودين هذه الفصائل كما يسمون نفسهم الميليشيات موجودين ذات صبغة دينية أيضا طيب وننكم أنتوا لعادي هذه الجوانب الدينية وتعاليم الإسلام واتباعكم لأهل البيت اللي ذبحتوا عراقيين بسبب هذه الشعارات على أساس حكم لآل البيت وين من التطبيق وين الخصال الحسنة من آل البيت عليه السلام هذه الشعارات هذه الشعارات فقط للاستخدام السياسي والاستغفال البسطة من أبناء الشعب العراقي نعم هؤلاء الذين يدعون أنهم مقاومين أقسم بالذي لا إله إلا هو لدي بعض العلاقات هؤلاء سادتهم وشيوخهم كبار شيوخهم يصبون تشاوي ويبسحون قنادر بس يحاولون نيل لغضى الأمريكان لا تصدق ومحشلهم السامع أقول غبي من يصدق أن هؤلاء بإسلاميهم بقوميهم بسنتهم بشيعتهم بكردهم يفكرون في مصالف الشعب العراقي هؤلاء يفكرون في خدمة الأجنبي لأكل فتاة المائدة العراقية معذرة وصلنا لهذه الحالة شكرا جزيلا سيد أحمد من ألمانيا أشكر حضرتك للمشاركة أدنا رسالة من أحد المشاركين يقول أحزاب المقاومة بالمال الحرام وليس المقاومة طبعا هم قيمتهم وحجمهم الحقيقي معروف بالشارع العراقي لكن طبعا المال والسلاح والدعم الدولي دينطيهم الاستمرارية في البقاء والتسلط على رقاب العراقي نستمر مشاهدين الكرام مع حضراتكم ونصل إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة تجمع مصادر سياسية وهيئات دولية على أن نظام الرعاية الصحية فاسد في العراق وهو يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية العراق هو خامس أغنى دولة نفطية في العالم ومع ذلك لا يستطيع مواطنوه الحصول على الأدوية الأساسية وتأمين صحي يعالجهم من الأمراض لا سيما أن الكثير من الأدوية المخصصة هي منتهية الصلاحية أما الأدوية سارية مفعول فيتم في كثير من الأحيان بيعها من أجل الربح الخاص في صفقات تتم تحت الطاولة وتستفيد منها الطبقة العليا على حساب الناس الفقراء طبعا أضحى أضحى مشهد خلول المستشفيات من الطواقم الطبية مشهدا مألوفا بشكل لافت مؤخرا لا سيما في محافظة البصرة حيث رصد مواطن من هناك خلو ما يعرف محليا بمستشفى الاستشارية من الملاكات الطبية عقب توجهه لها بعد تدهور صحة والدته دعونا نشاهد هنا للطوارع عندنا الحجية تخربطت فقالوا ترحون الاستشارية فأجينا الاستشارية الحمد لله والشكر كل شيء ماكم والله الدكتور ما موجود الدكتورة ما موجودة المعلومة والاستشارية الناس ما تعرفوا لنا وحتى قطعة ماكم ها التصوير راح أخذكم جوه بس الصيدلية الخافرة موجودة لا أكو دكتور ولا أكو دكتورة والناس المرضى قاعدين حسب الله ونعمل وكيل مرض شبير يعني وين نوديه الفقير لك الله يا الفقير مكتوب هنا اقتصاد همار جلدية التناسلية هي الاستشارية على أساس وداخلها كل شيء ماكم بعد المناشدات والهوسة وأخيرا جاءنا دكتور راح ينفوض يكون دكتور باطنية جاءنا دكتور جلدية بس استشارية بثلتة ألاف وتحويل الصيدلية البره إن الله وإن الله راجعون ننتقل إلى مقطعا آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدين الكرام لعب الإفلات من العقاب والفساد دورا رئيسا في هذا الانهيار المستمر للقطاع الصحي في العراق الذي يعد من الدول الأكثر فسادا بحسب منظمة الشفافية الدولية طبعا كان موقع نامبيو الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية قد صنف العراق منتصف شهر أيار الماضي بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية في العالم وذكر الموقع في تقرير له لعام 2023 أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة كأسوأ رعاية صحية في العالم من أصل أربعة من أصل أربع وتسعين دولة مدرجة بالجدول حيث حصل على ثلاث واربعين فاصل ست واربعين نقطة فقط متقدما على فانزويلا وبانجلاديش ويدفع المواطن البسيط ضريبة هذا الانهيار من جيبه الخاص حتى وصل به الحال إلى دفع أجور كبيرة وصلت بالبعض إلى بيع منازلهم وسياراتهم طلبا للعلاج في بلد تعد الرعاية الطبية فيه من الأمور المجانية كما يكفلها القانون لنستمع لقصة السيد أبو علي من البصرة أبو علي من هو بقيت لي نهبت والسلبت وبعت بيتان ومطلوب سيارتان ولا يزال تحنون سوي جهالي اثنين حادث سيار بالبعض ومراد طليف ياخذ لما عندي همشة وقلت عبره خلي اختصر لك خلي الشي ما أضع عندي أريدك تختصر لي زين ابنك اندعم اثنين ولدك ولدك ثين واحد مستشفى السعلي سوالك عملية مستشفى السعلي صار مستشفى السعلي سوالي عملية اي عملي عواجي العظم 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 فالت فلت العظم لما رجعتها قلت لها فلت العظم قلت له هذا ما مقاعد من فلت العظم ما مقاعد اشقال لك قال لي يحتاج لعملية مرة ثانية يعني فلت هو شتغل وفلت شون هذا قال انت هذا كاسر انت كاسر انت كاسر اول عملية اول عملية تقريبا بالخمسة ونصار والنوب والنوب طلب عليها ثلاث ونص قل صار خمسة ونص تسعة تسعة على عملية رجل رجل قلت له ما عندي قلت له عندك ما عندك مشكلة اطلع منها تطلع منها لا اشتك علي واحد رحت لي يرقع لك رحت الواحد انه بالمستشفى ما هو الزبير يرقع لك على اساس للشفاة يرقع لي يرقع لك بالشفاة بالشفاة بأربع ملايين تبطيها طب بطي العمليات لما ما طلع لي يبني طلعه بس منفق بس منفق ما اريد أربع ملايين أربع ملايين عزيز المشاهد فقط تنظيف رجل انسان مجروح أربع ملايين دينار في مستشفى عبدالعلي نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام وننتقل إلى مقطع آخر يغرق القطاع الصحي في العراق منذ عشرين سنة في مستنقع الفوضى والإهمال معتمدا على بعض المستشفيات والمراكز الطبية التي سبق وان انشئت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي باتت متهالكة لا تصل حتى لأداء الوظيفة التي أقيمت لأجلها عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين وبالرغم من التصريحات المتكررة للحكومة الحالية والسابقة حول تأهيل المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية الحديثة فيها إلا أن السمة الأبرز في هذه المشاريع هو التلكؤ في إنجازها وسرقة الأموال المخصصة لها في وقت يعاني فيه قطاع الصحة العراقي من نقص في المستشفيات وتزايد الشكاوى حيال وجود أو حيال جودة الخدمة في القطاع الصحي شهادة أخرى يرويها ناشط من البصرة بشأن القطاع الصحي العراقي المتهالك لنستمع تراكمون الكوادر التمريضية والأطباء داخل المؤسسات الصحية بقدما تراكمون الاستعلامات كماكو مريضة تأذيه وتلوع شنو مشكلتك وياي السيد مدير عام صحة البصرة موياي فقط وياي ناشط أي متطوع أي واحد يعمل بالحالات الإنسانية تعاقبة الآن دخلت في المستشفى لكوني لكوني يعني مواطن بصري دخلت في المستشفى وإذا يجي اتصال من الإدارة ممنوع عبو حسن وحسام العتابي السآنة ناقد خدمي أو سياسي وممنوع أدخل حسام العتابي شنو مشكلتكم وياه وممنوع يدخل جاي يجيب المريض والحالة يدخلها لكم يعالجها ويراجع بتحالينها ويطلع أسه بالتالي منعتوني من ظاهرة حكومية أنا طاب البيت الحجي أنا طاب بيت عمك أنا طاب بيت خالك مستشفى حكومي في حالة خربطت يوين يوعدوني البيطري يغير مستشفى حكومي وأنا داخل بي الله أكبر أنا من جاي يسولي أنتم تدرون وأنت قبل فترة تتكتلونها وشادي أفحلكم وأدي مات بخطأ طبي عدكم وما تحدرت بالإعلام وبنت خاف يعتبروها مسألة شخصية والتحقيق عدكم ثبت ثبب وقصركم داخل هاي المؤسسة أنتم تدرون لو كل مواطن يطلع للإعلام ويتحدث عن الموقف اللي يصيروا ياه بداخل مؤسسة حكومية نعلن حافة الطوارئ دعونا نتابع بعض التعليقات مشاهدين الكرام رياض يقول الواقع والصحي تعبان في المستشفيات الحكومية لأن الدكتور عند عيادة خاصة يطلع المقسوم منها وحتى من يشتغل في المستشفى من وراء خشمة ولا يعمل بإخلاص عمار يقول خلي يشوفون صالة عمليات صغرى طوارئ تصمت من الحر وضو ما بها والقذارة حدث ولا حرج أبو علي يقول ما يردون تنقلون فسادكم مدير صحة البصرة مشتري المنصب إش قد بدلوا وزراء والعجب ما يبدلون مدراء هذا سر أيمن يقول قسما بالله أفشل الدوائر بالبصرة هم الصحة والمرور والبلدية دعونا نستمع لرأي السيد أحمد من بغداد فضل يا أحمد حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك أرجو أني يكون لك متسع من الوقت وساعة الصدر فضل خيار فضل سيدة إن شاء الله بالاختلاف ما يفيد بالوجه طبعا 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 خصوص اللهم يحفظك خصوص الحشد يعني الحشد الهجمة الشرسة اللي قاعد يقودونها علي يعني ليش ملحج الشعب المقدس الذي هو قاتل ودافع عن العراق ضد هجمة شرسة خاصة داعشية تكالبت عليه كل دول العالم يعني هاي مجازات الحشد هاي واحد هاي واحد بس مرحب يلا يلا تفضل الآن إحنا هاي قبل كانت بزمن الطاغي إحنا تسمح لي أحكي أخذ راحتك أساني صدامي أو لا أنت تتهمني أخذ راحتك دولة من العباس التي الآن يحكمها كثير من السرات وهم كانوا بعثيين في زمن الطاغية والآن هم لديهم مناصب ويسرقون واليوم نطلق عليهم سياسيين الدونعش الحرامية منهم دولة القانون لو منظمة بدر ياهم اسمعني أنا راح أجيك واحدة واحدة سميهم سميهم لا لا أحمد حتى لا تخبطها علينا سميهم منهم ذول منهم اللي تتقول عليهم هنا كل من يسرق كل من يسرق الشعب العراقي كاعا من كان كل من يخون الشعب العراقي كاعا من كان نعلة الله عليه اقلهم القيامة هذا الشعب المسكين أصبح ضحية الأرهاب المسكين سمينا بما أنه حضرتك مواطن عراقي عايش بالداخل ومطلع سمينا كم حزب سمينا كم حزب من الأحزاب الفاسدة الموجودة بالعراق ممكن أو كم شخصية بلز أحمالي لا 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 هم يعرفون هم يعرفون احنا نريد انت احنا نريد انت تقول لنا تعرف لا عجبة معروفين هم يعرفون الشعب العراقي وانت تعرفهم احنا نعرف ناس بس قد يكونون بحث آخر عزيزي لا لا أنا بس أريد أسمع منك أحمد أريد أسمع منك من أم رؤوس الفساد في العراق ما معروفين سرقة القرن تعرفهم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مصطفى الكاظمي والباقي مصطفى الكاظمي طيب المالكي كيف لونه المالكي والله صراحة قلت لك بعد الحالين تكفي الإشارة كل من سرق العراق وكل من نصبح للعراق يتحمل التبعات ما يحدث الآن المالكي شنو رأيك بي كرئيس وزراء سابق سيد أحمد أنا أريد أتناقش سريعا وما أريد الوقت يأخذ من عندنا مدة طويلة رأيك بالحكومات التي يجدت بعد الاحتلال من 2003 لليوم كلها كلها شلونها والله صراحة الحكومات التي يجدت لحدها لا نرى منهم طرح حلو حلو الكلام سؤال ثاني أنزل الله بس لا يمكن قلنا قد طابعك بعدد طابعك العفو من أما أرجع أنا أشغل لك هنا أنا أقول أقول هنا تعرف أن العراق بعد سقوط سقوط النظام تمام دخلة القوات الأمريكية طيب تعرف أن العراق له هجمات تأتي الوزرح وطاحبية وتعرف أن تحب أحمد أحمد أكبر تلفت وما نرجع يقول أن العراق يقول على الأرهاب الداعش وإن شاء الله نتنبه شيعة تخوه الحجيزي وإن شاء الله كل من سرق العرام في نال جزائي سؤال سيد أحمد حضرتك تقول أن الحشد تكالبت عليه الدول ويتعرض لهجم شرسة من هي الدول من هي الدول التي تكالبت على الحشد اليوم يعني أحتيو أحتيو ما تقطع الخط أحتيو صراحة أم أبوية صراحة الدول التي تكالبت على الحشد هي الخليج الداعشي وخاصة السعودية وكام العرب قاطبة صراحة هذا رأيك اللي خانوا القضية الفلطينية والأم الإسلامية الآن يطبعون مع الكيان الصهيرون الغاشم تمام تمام هذا رأيك طيب بس أنت تعرف أنه قيادات الحشد قيادات الحشدة تلتقي بمسؤولين سعوديين وتقعد مع مسؤولين قطريين وتقعد مع مسؤولين أماراتيين وخلايجي في شكل عام أنا أقول أنتم موذول الدواعش لماذا تقعدون إياهم الآن لا نقعدين إياهم قيادات الحشد قيادات الحشد قيادات الحشد سنخدمك شيء يربط شيء السيد مقتدى الصدر تعرف أنت كلامه واضح الرجل اعتزل وعزل القيادات وأكو قيادات فازدة شعلي أمقتدى الصدر بالحشد شعلي أمقتدى الصدر بالحشد عموما شوف شوف سيد أحمد أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة لأنه صراحة وقت طويل وياك وما بقعد نوقت للحلقة بس باختصار شديد الحشد الشابي حظى بدعم دولي لا مثيلة له كان هناك غطاء أمريكي حفظ هذه القطاع العسكرية دعمهم بالمال والسلاح وبالتدريب تمام وهو اللي كان يحميهم أثناء العمليات العسكرية مع داعش وطبعا ما نقول احنا الولايات المتحدة التحارف الدولي اللي كان بقيادة الولايات المتحدة وفر دعم لوجستي ودعم خلال العمليات العسكرية ودعم مادي كذلك من أجل نجاح هذه الميليشيات في دخول هذه المحافظات تمام الحشد اليوم اللي دا تقول اللي تكالبت علي الدول الحشد اليوم جهة مثبتة بالقانون موجود داخل الحكومة تابع للقائد العام للقوات المسلحة مقرة في البرلمان من 2016 كقوة رسمية تمام وده تقبض أموال من الدولة هذا الحشد اللي تكالبت علي الأمم تمام الكونغرس الأمريكي لغى قرار دعم هذه الميليشيات دعم هذه الميليشيات أكثر من 400 مليون دولار أمريكي كانت توجه إلى هذه الميليشيات كدعم تمام أمريكا كانت تدعم الحشد وطبعا كان وقتها هذه العامر يطلع هو متعصب شوي الميليشيات هذه ارتكبت انتهاكات يندى لها الجبين موثقة بالصوت والصورة وموثقة بالتقارير الدولية من الأمم المتحدة وانزل إلى أصغر منظمة محلية استطاعت أن توثق انتهاكات ارتكبها هذه الميليشيات أو هذا الحشد في محافظات عراقية مختلفة تمام فلا تبيعون قدسية براسنا وتصرفوهم أو تمشوهم علينا على أنهم حماة الأعراض نساء العراق بالمخيمات بالأهل المحافظات الغربية بالمخيمات والوسطة والجنوبية قاعدين ديلمون أكل من الزبالة فحمات الأعراض وحمات البلد والبلد كاتلة الفساد والسرقة والقتل والمخدرات وبيوت الدعارة والقمار لا تبيعون علينا وطنيات وتبيعون علينا هاي أفكاركم وتريدون تمشوها على أن هذه الجهات مقدسة تمام خلونا ننتقل مشاهدين الكرام سريعا إلى ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة تعد مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق ورص المقرنص واحدة من بوابات الفسادة التي امتازت بها حكومات الاحتلالة المتعاقبة ويبرز سوء التخطيط في إنجاز هذه المشاريع الوهمية التي سرعان ما يتم هدمها لتعارضها مع مشاريع البنية التحتية الأخرى مثل كيبلات الكهرباء أو الإنترنت أو حتى شبكات الصرف الصحي ومياه الإسالة في بغداد تفاجأ مواطنون من منطقة أبو تشير جنوب غرب العاصمة من قلع أحد الشوارع بعد مرور ستة أشهر فقط على تعبيده بهدفي مدي أنابيب المياه في مشهد يبين سوء التخطيط دعونا نشاهد عيوني هاي قبيل ستة أشهر هذا الشارع بلطو شارع بين يربط بين أبو تشير وشارع ستين بلطو وكملو وهسه جوي فلشو المقارناص والتبليط على مود شنو يسوون المجاري يعني ما سووا المجاري قبل ليبلطوون الشارع ويعمروه ويسوون المقارناص لا هسه رجعوا وفلشوا رح يسوون المجاري على مود بعدين يرجعون يبلطو ويسوون المقارناص شايف ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدين الكرام في منطقة أخرى من مناطق بغداد أظهرت صور قيام إحدى بلديات العاصمة بقلع المقارناص من الجزرات الوسطية بعد نسيانهم وضع أعمدة الإنارة في مشهد آخر من مشاهد غياب التخطيط وسوء التنفيذ لنشاهد نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام من بغداد إلى مدينة الموصل حيث رصد مواطن من هناك إزالة المقارناص في إحدى مناطق المدينة بعد أيام على إنجازه والسبب كان هو لمد أنبوب مياه وسط التساؤلات عن سبب عدم مد هذا الأنبوب قبل إنشاء أو قبل إنجاز المشروع لنشاهد شاهدوا المقارناص هذا المقارناص يشتغلوا وكملوا ونسوا هذا البوري هنا ورجعوا الشل كل شيء على البوري مرتلوخ من هنا ألاف الكيلومتار كله رجعوا الشلح وقلقوا المقارناص وزتوا وتلفوا في سبيل إضافة هذا البوري الموجود هنا هذا عينكم أشب كل هذا القرناص كله مفلاش فحياتي الأخوة الحمدساني دعونا نتابع مشاهدين الكرام الآن بعض التعليقات التي وردت مشان هذه المقاطع ضياء يقول يعرفون التنسيق جيدا لكن إذا كان هناك تنسيق في العمل من قبل الدوائر الخدمية فهذا يعني نهاية الفساد وتبويب السرقة رضوة تقول العراق من 2003 لحد الآن بس يكسرون أرصفة وشوارع ويحفرون أي شيء جديد ماكم طاها يقول هدر للمال العام المفروض يتابع العمل من البداية ويغرم المنفذ والمشرف لدينا تعليق من علي يقول ظاهرة تبليط الشوارع وإعادة حفرها لغرض إنشاء مجاري أو صيانة الأنابيب القديمة تعم جميع مدن العراق سببها سوء التنسيق وفساد الجهة المسؤولة والمهندسين نأتي الآن مشاهدين الكرام إلى فقرة إنفوغرافيك من الموصل نصل إلى فقرة الإنفوغرافيك الآن سنتحدث مشاهدين الكرام عن موضوع يتعلق بالمصارف الأهلية في العراق سرقة الأموال كيف يتم التعامل مع الأموال التي تباع في مزاد بيع العملة من قبل البنك المركزي وما هي الطرق التي يلجأ إليها الفاسدون في العراق من أجل سرقة المال العام دعونا نشاهد دعونا نشاهد دعونا نشاهد المترجم للقناة ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى فقرة الهاشتاغ هاجم مدونون على منصة X زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي عقب تصريحاته بشأن أحداث كاركوك التي حاول فيها استغلال الوضع سياسيا بذريعة رفضه تدخل أي دولة بما يجري في المدينة وتساءل المدونون على علاقته مع السفيرة الأمريكية التي ضمنت له ولمن معه في الإطار التنسيقي مباركة حكومة السوداني وعن مصير شعارات المقاومة التي كان يرفعها عقب تحسن العلاقات مع الجانب الأمريكي طبعا ذكر المدونون قيس الخزعلي بسرقة بيجي وبيعهم قصر ودعوه لعدم الحديث عن كاركوك وإذكاء الفتنة فيها كونه شريك أساسي فيما يحصل في العراق من أوضاع كارثية واسم اليوم هو الشيخ الخائن أمين السفارة أمرقية تقول باع وطنه للأغراب عميل الشرق والغرب لا يستريح إلا بالدماء كل سنة وله مجزرة بتول تقول قيس عاشور علاس بزمن الاحتلال قاتل الشباب العزل في حكومة الإطار متآمر لبيع عرض العراق والقائمة تطول في تعداد صفات الشيخ الخائن تعليق لدينا من بتول أيضا تقول قيس ابن عاشور عن كاركوك لا يحق لي أي دولة تدخل في شؤوننا ماذا عن الاجتماعات المغلقة مع السفيرة وزيارات قآن المستمرة ولدينا تعليق من أم آدم تقول الشيخ الخائن أمين السفارة يحمل صفات المنافق والخائن والقاتل والسارق والعميل وبهذا مشاهدين الكرام أصلوا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لطيب المتابعة